أي منهج تربوي ما يبدأ بالتوحيد أولا وثانيا وثالثا فإنه منهج مهترئ لماذا بعض الأبناء يزني لماذا بعض الأبناء يسرق لماذا بعض الأبناء لا يصلي لماذا بعض الأبناء يظلم لماذا بعض الأبناء يعقك وعبد الله لاحظ اللي يعبد الله وحده لا شريك له سيعرف بعد ذلك كيف يطيع الله لكن إذا ما عرف الله كيف يطيعه ولو أطاعه أمام عينك كم واحد مات وانقلبت أسرته وتبعت رزرعه وارتد أبناؤه وانتكسوا ونقضوا غزلهم سببه صل طيب قبل صل أخبره أسرار الصلاة أخبره عن أسرار الصلاة يا بني لو أن الصلاة بمال لا أقف أمام الله إلا بمال لدفعنا أموالنا إذ أتاح الله لنا فرصة لقائبه والوقوف بين يديه وأن ننصب الأقدام بين يديه الله أكبر مع رفع اليدين معناها استسلمت بين يديك عبدك الضعيف بين يديك الله أكبر تكشف الحجاب بينه وبين ربه لي ما نتلذذ بهذا بعض أبنائنا يصلي بلا وضوء خوفا من الوكيل وخوف من المدرس اللي قال صلي الظهر بعض أبنائنا يقوم صلي الفجر عند السرير ما توضى حتى يرضى والده أنه يركع الصلاة مظهر من مباهر التوحيد أين التوحيد أولا قبل أن نأمر بأي أمر كان من هو الله الذي نعبده بغاية الحب وغاية التعظيم سبحانه وتعالى الله الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما الله الذي ما بنا من نعمة فمنه وحده الله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا الذي نردد قرآنه والرسائل التي أرسلها لعباده نرددها فلا تحيي القلوب لأن الله لو كان في قلوبنا عظيما كما كان على السلف الأمة والله سنذوق ذوقا جميلا ولذة في كل ركن من أركان الحياة إذن عدم معرفة العبد ربه والشرك مع الله الشرك مع الله سواء الشرك في الربوبية والشرك الربوبية العجيب أن الشرك الربوبية كان كفار مكة أتقى وأخلص للتوحيد الربوبية من مشرك هذا الزمان كان كفار مكة ومشرك العرب قديما إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون في الخوف يا رب ادعوني أستجب لكم ما جعل بينه وبين عباده واسطة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب قرب الجنة أقرب إليك من شسع نعلك الجنة قريبة ورب العالمين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ترجمة نانسي قنقر